موسيقى السلام عليكم و انا بكم شاهدت قناة ريو اكسترا فيديو جديد و مرة اخرى في بيس 2021 و اول فيديو لأوبشن فايل جديد اصدار الاول اصدار احترافي هذا اصدار راح تشوفون فيه تصحيح كل شي تحتاجه حاليا كمارحلة اولى منظمنا دور اسباني دور انجليزي دوري الماني و كذلك تصحيح بعض الفرق الاخرى كالعادة بداية راح نشرحكم كل الخطوات وبالتفاصيل الممل عمد تعرفون كل التفاصيل و دائما 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 انصحكم انكم تشتغلون يا اما على اللابتوب او البي سي عمد دائما ما يكون مشاكل تواجهك لانه في الموبايل جدا صعب صراح حتى لو كان عندك فلاش قابل انه يكون شغال على الجوال سواء اندرويد او حتى ايفون راح تواجه صعوبة كبيرة بالنقل الابشن فايل للبي اس فور الافضل الحاسبة شنو الاشياء تحتاجها حاسبة طيب الرابط الراح اعطي لكم راح يكون في الوصف و من ثم يكون عندك فلاش ضروري يكون عندك فلاش و راح تكون مواصفات مطلوبة راح اعرضها لكم بعد قليل و يكون على الاقل اربعة جيجابايت على الاقل اربعة جيجا عمد تقدر تتلافق اي مشكلة راح اعطيكم مباشرة الرابط قبل ما نبدأ الشرح يا شباب تسعة وتسعين المئة من يشوفون شرح اوبشن فايل ما يشتركون بالقناة طيب انت شنو خاصان اذا خليت اشتراك وهو زر واحد تقدر من خلاله تدعمني و من خلاله تعطيني حافز انو عن شركم تفاصيل اكثر من مثل ما سويت ببيس افين واحد 2020 نشارتكم اوبشن فايل اساطير اوبشن فايل خمس اسطارات نشارتكم فرق عربية دور القطري دور السعودي ما خليت شيء اللي كان موجود ما نشارتها لكم فضروري ضروري تدعموني عمد تشوفون مزيد الفيديوهات و كذلك اشترك بالقناة و خلي لايك تدعمني و تخليني استمر بالنسبة كذلك الرابط هذا فقط هو مختص الاعلانات خمس ثواني ما راح اخلي اي رابط اخر عمد ان شاء الله يكون امامكم كل شيء سهل راح يكون خمس ثواني لا تضغط اي شيء فقط اتضغط هنا تخطي الاعلانات طيب راح تطلع قدامكم هذه هنا اضغط click this طيب اوكي طلعت قدامكم مباشرة صفحة media fire انا راح اخليه بالmedia fire تضغطون download كالعادة و تحملون بكل بصا بعد ما خلصنا من التحميل راح يظهر امامكم الملف هذه الطريقة اوكي راح يظهر بهذه الطريقة اللي راح يسوي اختيارات استخرج هنا مباشرة تضغط استخرج هنا بس استخرج هنا راح يطلع قدامكم بهذه الطريقة مثل شوفون وي بي اس لان اعني مجهزة عمد مباشرة تنقل ال option file اذا شوفون خلاص هسا تدخلون كل شيء جاهز قبل ما ننقل ال option file الى جهاز ps4 دائما بي اس مخلية عادة محدود للصور اللي لازم تستعملها في ال option file لذلك هذا ال option file كبير يحتوي على ملفات كثيرة بدا تشوفون هنا البطولات طبعا جدا ضرورية عندنا ال premier league ضروري عندنا هنا الدرجة الاولى من دور انجليزي بتقدروا تخليها الدرجة الاولى من دور اسباني والدرجة الثانية وكذلك الدور ايطالي وعدنا الدور الالماني اكيد كلهم ضروري لازم تهدف واحد يا اما تهدف الدرجة الاولى من دور انجليزي اللي هو يعتبر درجة ثانية نقدر نقول لكنه كتسمية رسمية درجة اولى او تهدف الدرجة الثانية من دور اسباني اللي هي هذه لا راح ندخل عليها راح نشوفون فرق درجة ثانية ليست بفرق درجة اولى ريال صرقصة عندنا اسبانيول اللي مهتم انه يصحح هذه فرق خلي يخليه هذه لكن اذا ما مهتم انت امسحها طيب امسحها عم تتوفر مساحة لازم توفر مساحة تقدر كذلك ممكن تختار كما تكلمنا الدرجة الاولى من دور انجليزي انت شوف اللي يعجبك راح نيجي وننقل الابشن فايل اللي هو راح لازم يكون بهذه الطريقة وي بي اس طيب انتي انا منعلي خطوة خلينا نشوفكم الفلاش راح نيجي للفلاش هذا هو محرك اقراس يو اس بي طيب راح نعمل اختيارات خصائص راح نشوف نظام الملفات هو فات 32 هذه عدد كبير من الناس يواجهون نفس المشكلة يقولولي انت يا ريتشارد مدى يظهر قدامنا الفلاش ومن نختار الفلاش ماكو اي فلاش يظهر امامنا في اس بور لانه وببساطة نظام الملفات غير جاهز انه يشتغل على البي اس فور البي اس فور يشغل فقط فات 32 اذا ما شفتوا هذه فات 32 تروحون اختيارات تضغطون تهيئة راح تجون هنا دا شوفوا نذي تختارون فات 32 فقط مو اي اكس لا فات 32 وتعملون ابدأ عمد شنو يعمل فورمات انا ما راح نسوي لانه اصلا جاهز طيب خلصنا الفلاش جاهز راح نروح على ملف اللي حملناه نختار نسخ طيب نختار نسخ ونروح على الفلاش مكان فارغ نختار لصق وهنا راح ننقل option file الى الفلاش انتهينا من هذه خطوة كل شي اصار جاهز راح نروح على البي اس فور ويا لا نروح على البي اس فور نضغط موافق كالعادة حاليا راح نشغل لعب امامكم وراح نطبق الخطوات خطوة بخطوة تمام يا شباب خطوة بخطوة عمد كل شي يكون امامكم جاهز طبعا بالنسبة لي نقلت كل الملفات اللي سويتكم مثل شفتو اختيارات نقلت كل الملفات انتم هنا ايضا تقدرون تقدرون الشي تحتاجه دائما اغلب الناس تحتاج دور اسباني دور انجليزي ودوري الماني راح نروح على عدادات ونختار تعديل طيب نفترون قدامكم هنا هنا دخلنا اذا نروح على الفرق راح نشوفون انه ماكو ايش مصحح كلها خطأ في خطأ دور ايطالي او موجود لكن دور اسباني غير موجود بس برشونا والدور الالماني اصلا غير موجود مع عدد فرق ثلاثة راح نروح على استيراد تصدير طيب هنا لازم تضغط موفق ارجوكم لازم تضغطون قبول لازم توافقون عن شروطهم هذه نقطة النقطة الثانية اذا انت ما عندك انترنت اذا انت ما عندك انترنت في السوني 4 مايصير تعمل option file مايصير لازم تكون رابط سوني مالتك بالنيت هذه خطأ الثاني الشرط الثالث انه انت عضويتك رسمية راح اخليكم رابط او اكتف في اليوتيوب كيف تعمل يوزر سوني 4 اماراتي او امريكي المهم يكون حساب رسمي متسجل بامير رسمي او تقدر شغل option file او تعمل option file اذا ما تطبق هذه الشروط ما راح يكون عندك اي حق انه تعمل option file هنا اضغط غول راح يشوفون انا مباشرة اندخلت ماكو مشكلة انتم ليش تطلع قدامكم مشكلة لانه ما سويتم هذه ثلاث خطوات اول شي مضغط القبول ثانيا مثل ما ذكرت ما رابطين سوني بالنيت او الاختيار الثالث انكم ما عاملين يوزر هنا راح يكون عندنا تجربة نضغط استيراد هنا كل نضغط موافق كل موافق كل اضغط اوكي هذه بس تجربة انا ايضا سووا النفس اللي هو يريده مباشرة موافق اوكي اوكي هذه بس تجربة بداية هو اللعبة هيجي بس تحاول ان تشوفنا الشرح خلصنا هنا خلص ماكو اشياء هذه بس كانت تجربة طيب يا شباب نقطة هامة اذا انت امخلي option file قديم امسح كل شي مثل ما ادعي سأمسح كل الملفات اذا انت عامل option file قديم وشفتها موزين او اذا تريد انه option file يكون كامل مثل ما تريد حاليا اللي راح نسوي لازم تحذف كل الملفات عمود ما يكون عندك اي مشكلة اثناء التنصيب يا شباب هذه النقاط لازم تكونون شوية بيها مركزين عمود ما يواجهون اي مشكلة طيب يا شباب حاليا احنا حاضرين وجاهزين نروح على استيراد مسابقات كأول خطوة نضغط موافق وراح شوفون فلاش ماتي قبل الظهر بدون اي مشكلة لانه انا انطبق كل شي صحيح اشتغل راح يطلق قدامكم المسابقات دعوا فرع هنا نعمل تحديد كل مواشرة مربع تحديد كل انتقال اعدادة تفصيلية استبدأ ملافات صور بنفس الصور تقدروا تخلي عادي موافق اوكي لازم هنا راح نصحح المسابقات الطوربة كل الدوريات شعار مالتهم اسمهم راح يكون جاهز وبكل بساطة هذه خطوة اولى قبل دور سباني همشي اوكي صار جاهز حلو والدوري الالماني كذلك الشعارات مالتهم صارت موجودة خلصنا من اول خطوة نروح على استيراد تصديق مرة ثانية وهذه مرة نضغط على استيراد الفرق لانه فرق بعد ما نسوينا كالعاد نختار فلاش طيب يا شباب اوكي هنا انا نخلي كل ملفات ذكرتكم الخطوة السابقة وانتم بكيفكم لكن هنا انا اختارتكم الخطوات فلازم ما اختار كل رح نختار الفرق اللي نحتاج هنا ال eng1 معناتها الدرجة الممتازة من دول انجليزي رح نختار هم كلهم بالتأكيد يعني ما كواحد ميريد دول انجليزي طيب نختار هم كلهم الفرق الموجودة من 2 يعني معناتها هنا درجة الاولى من دول انجليزي هذه فرق اذا انت ما تريدها او ما تحتاجها اتركها لتعملها تحديد لازم انه مثل ذكرتي اما تحذف من خطوة السابقة او تجي هنا مثلا احتاج واتفورت ممكن ما اعرف كم فريق ممكن نحتاجهم بالدرجة الثانية كلهم موجودين عندي يعني البقية ما احتاجهم اسبانيا بالتأكيد كلهم كلهم نعملهم تحديد الدرجة الاولى طبعا من اسبانيا هذه كلها احاعد ما نوصل درجة ثانية هذه درجة ثانية هنا الدرجة الثانية من اسبانيا ما سيحتاجهم كلهم بالنسبة انا مثلا اريد الميريا اسبانيول جيرونا لازمال ما اسمي خالف لغان اسمي خالف ما لقى البقية ماري ريال مايوركا ريال اوفر مساحة للا option فايل وإلا رح يختنق option فايل او piece ما رح تسمح لي انه اصدر كل الصور الدور ايطالي هنا الدور الماني اول ثلاثة مايخالف هذه اعملها الصح طيب خلاص لحد هذا الفريق اوقف لحد شالك اوقف البقية خليهم هسه نروح الانتقاعد هذه التفصيلية هذا انشيله انبقي بس اختيار ثاني اذا تريدون بس 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 نضغط موافق سترون اصدر 57 فريق هنا 57 فريق ستعمل مثل ذكر الاستيرات بكل بساطة وسهولة ستأخذ درجة اولى او دور انجليزي ممتاز ستأخذ الدور السباني درجة اولى وبعض الفرق من درجة ثانية ستأخذ تصحيح للفرق الايطالية مثل انتر ميلان وميلان ايس ميلان وخلص انا من الناس لما احتاج مثل ذكر الفرق البقية من دور السباني درجة ثانية ولا فريق الدور انجليزي بدرجة الاولى هذا شيء لازم تعمل عمد ما تواجه مشاكل لانه اذا اختار كل الملفات مباشرة رح يطلع قدامك فشلة في استيراد الصور بسبب انه بيس مخلي تعملوا استيراد وتصبرون فتح 10 دقائق حتى ينتهي استيراد وبعدها نرجع ونعمل استيراد الدوري الماني وننهي كل خطواتنا يعني الشرح شوية معاقت لكن اذا ركز كل سيطلع قدامكم بدون مشاكل هي بدايتها تضوج بعدها ستتعود طيب يا شباب اهنا انتهينا واخيرا نفتح من الاختيارات هل سأذهب للفرق دعونا شوية موجود الفرق كلها موجودة ما شاء الله لانه لم يكن شيء خاطئ موجود ملابس فريق الجودة العالية الأول الثاني موجود الثالث موجود جدا كل الفرق موجودة لا تضوجون أبدا لا يوجد داعي دعونا نرى ليفربول خلاص ليفربول جاهز الفريق ملابس ليفربول الأول ليفربول الثاني وليفربول الثالث شيء جدا جميل شيء جدا رهيب حتى باقي الدوريات مثلا ميلان هو غير مرخص في حيث ميلان موجود نروح على ملابس نرى كل شيء جاهز الدول اسباني نفسك كذلك نفس الموضوع كل شيء جاهز باللسما موضوع انتقالات البعض سيسألني طيب انتقالات قبل نعمل دور الماني يوجد خطوة جدا مهمة دور الماني تدخلون ماكو ايش لانه بعد ما لا تفعل option 5 تعملون الرجوع قطون نعم هنا فقط تعمل نحفظ سنذهب الانتقالات على تحديث انتقالات طيب نحذر الانتقالات قبل نعمل دور الماني جدا ضروري هذه خطوة نضغط على تعديف تطبيق احداث تحديث مباشرة نروح عليها اوكي رح تدخلون انتظرون تحديث تشكيلات الاندية وتحديث تشكيلات الفرق الوطنية تعملون موافق اوكي هنا قبل ما نعمل option الدور الماني جدا ضروري هذه خطوة عمد كل انتقالات الدور انجليزي دور اسباني دور ايطالي كلها صير جاهزة دور الماني لا دور هنا سيحدث سيعدل على انتقالات اعتقد انتقالات حتى 31 ثمانية كل انتقالات صغيرة مثلا لو تدخلون اعتقد بيانتج سيكون برشوان اذا لي مغلطان دعوني نعمل قدامكم تيست بصراح هذه اول مرة لتجرب لعبة لكن انا لدي خبرة ما شاء الله هذه اربع سنوات انجل ونفس خطوات تعديل خلصنا موضوع انتقالات الانتقالات سوف نرى بالدامكم نذهب عن الفرق دعوني نرى انتقالات التي حصل باخر فترة مثلا برشوان اكو بيانتج بيانتج نعم بيانتج موجود اذا تروحون على خطة اللعب استخدم هذا بسيطا لا تستخدم دعوني معاقتا مو مشكلة دعوني نرى من جاي ترينكاو موجود لكن واجهة ستتعدل من جاي بعد بيانتج هذا 86 من بعد برشوان لدينا بيدري اذا ضيفي لا اعرف صراحة هذا فرناندس موجود علينا بيانتج لا موجود لكن ستضيف المهم رأيت قدامكم هذه بسبب الانتقالات عملناها حس تخلصنا من هذا الموضوع نذهب على مرة أخرى استراد التصدير عمود نجيب الدور الماني خلص اجا وقت الدور الماني استراد الفرق الفلاش نجيب الفلاش يالله لسكو نجيب كل اختيارات التي عملناها نذهب إلى دور الماني مباشرة التي تبدأ من هذا الفرق تحديدا طيب تذهب 1 2 3 كل فرق المانية مكتوبة بأحرف capital عرفوها الدور المانية لا لا يلحد هنا هذا الدور البرازيلي 3 و هنا بعض الفرق صحيح بعض الفرق في المتخبات اعتقد المتخبات حاليا نجعلها تعرفون لماذا لان بعدين سننجي ونعدل المتخبات اكثر حاليا هذا ليس option فائل خاص في المتخبات اذا 3 عادي يعملوها بنفس خطوات لكن اهم شي قدامي حاليا دور الماني خلصنا من تحديد المتخبات سنذهب لعدادات تفصيلية هنا ضروري اشباب تضغطون اثنين واحد اثنين اثنين مع بعض لان اذا لم تقوم الاولى سنرى اللاعبين نضغط موافق سنجيب الفرق الماني المتخبات وننتخلص لدينا ثلاثة مرخصة شارك وليفر كوزن بايران صار 18 ودور الماني سيصير بالجيب وانتهى الموضوع يا حبيبي هنا سنخلص من كل الموضوع بكل بساطة ضروري هذه خطوة تفعلها بعد انتقال تعرف لماذا؟ لأن اتقالات مع دور الماني او فريق الدور الماني لا تتأثر حسنا سننخلص باقي آخر فريق من الدور الماني وبدون اي مشكلة شفتوا لم يكن مشكلة لانه التزمنا بكل الشرح ما حددت فرق كثيرا لم تقوم التحديد كل فرق كان مئة بالمئة تواجهون مشكلة الصور لانه مثل ذكرت بيست تسمح لجزء معين حسنا لم يواجه اي مشكلة لانه التزمنا بالفعل فهذه امور جدا ضروري تم انتهام استيراد البيانات وانتهينا خلاص 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 اثنان اذهب الدور الماني اذهب موجودين باللعبة موجودين باللعبة خلاص يعني ما اكو داعي مثل ذكرت شيكونا مئة ومئة بس اكو خطوة اخرى قبل ما انتهي هي هيكل المسابقة تروحون عليها تروحون على الدور بالنسبة للدور الانجليزي او الدور الماني عفوان هاي بونتز لاشوفون اكو هذا واحد اثنين هذول الفرق موجودة وثلاثة اربط بالدور الماني لم يتأكد من الفرق المانية يمكن افضل احتمال فلذلك اذا انتم تعرفون الدور الماني مباشرة اختار بايران احضر باير الفاركوزون احضر ايضا الشالكر الذي هو هنا هذا احضر ونجدوه حمود يكون قائمة موجودة 100 لان لدينا 18 فرق الماني تختار ونجدوه هنا يصبح الدوري كامل انا ناسي بعدين اتأكد من الفرق المانية بالنسبة ارتبهم 1000 لكن مهم هذه خطوة ايضا تتناسب كل الامور انتهينا نعمل تحفظ وهذا سنستخدم المباريات مسترليك كل شيء صار جاهز واخير اذهب مثلا على مباراة محلية نضغط موافق بالنسبة هذه خطوة نضغط موافق التحديث مباشرة اذا تريد تستخدم الدور الماني لنفعل تحديث مباشرة او اذا موجود يجب ايقاف عن طريق R3 اوكي اكو زر اسمه R3 في اليد مثلا لو اريد الدوري الاسباني مع الدور الانجليزي عادي لا مشكلة لكن لو اذهب الدور الماني سنرى فرق نجوم ها اقل لم موجودة ليش ببساطة نفعل R3 ونضغط ايقاف تشغيل التحديث مباشر سنرى الاختلاف سنرى سنرى الدور الماني صار جاهز سنرى النجوم اه رجعت كلها بروسيا صار 5 نجوم ونص هذه خطوة ضرورية اذا تريد تستخدم دور الماني اذا تريد تستخدم دور الماني يشغل التحديث مباشر او صورة كاملة اتمنى من يسير شي اتمنى انكم تدعموني اشتراك لايك اي شي تقدر تدعمنا فيه سوي انا نستمر دائما مثلا خلي نختار مع R3 مثلا City R3 فأتمنى الشرح كان جيد اتمنى الشرح وصلكم صورة جيدة اذا عندكم مشاكل احاول ارد عليها بقدر المستطاع عمود ما يكون عندنا مشاكل في الناس اللي يسوي option file لكن اتوقع ان شاء الله اذا سويتوا نفس خطوات سويتها انتبهدتوا بصورة كبيرة تواجهون اي مشاكل وكل الامور سهلة اذا اكون تحديثات جديدة جاية بالمستقبل راح نسوي لكم من عيوني ان شاء الله فترة جاية انتظروا راح نسوي ممكن تحديثات option او اكون امور جديدة ارتبها وانتزلها لكم توب توب او تكونون مستمتعين باللعبة وتكونون مستمتعين تماما option file بصورة كاملة من رغم انه فيديو كان طويل لكن شرحت كل شيء وهذا الشيء لازم يوصلكم بادقة تفاصيل او او اتمنى مليتوا مثل الذكرة ادعمونا نلتقي مع السلامة مع السلامة